تبقى فهمة أكتر في المجال وبيبقى ستايلها أكيد هتفيد البنت أكتر من الولد أكتر حاجة البنات شغالة وأكتر حاجة بيستفادوا منها وأكتر حاجة بتدخل دخل المكان نفسه مهما يكون المكان البنات اللي بسيطرة على الجو مهما تكون مفيش شابة هيعرف يمشي الدنيا زي البنت بس الدنيا نفسها في الزمن ده عايزة كله أيد واحدة حاليا الفرص متكافأة أنا شاهدها متكافأة دلوقتي يعني كل ما بنروح في التقدم شاهد الفرص متكافأة الموضوع متوازن يعني بيكون فيه فرص للبنات وفيه فرص للرجالة فما فيش مشكلة يعني إنما أنا شايف للبنت دلوقتي بدأت يعني التعليم بتاعها أحسن من زمان يعني أنا دلوقتي بشوف بنات بيقودوا طائرات وكلام زي كده ودي حاجة كويسة مثلاً لو هناخد من ناحية المظهر فأكيد البنات أما من ناحية مثلاً الولاد فالولاد عندهم قابلية أكتر مثلاً زي تحمل يعني ضغط الشغل وكده والسكيلز يعني البنت بترضى بقل راتب هتاخده لكن الشاب يعوز راتب حتى يغطي يغطي مصاريفه أكله شربه حتى لو بعنده أسرة يغطي حتى ما يستدعيش أنه يشتغل شغلانة تانية الفقرة بصراحة عنوانها مطلوب أنيسة للعمل عنوان بنشوفه بنشوفه في صحف بتشوفه على فترينة محلات أو بيبقى مطلوب يقولك العمل ده مطلوب فيه أنيسة فأنت تسأل طيب يعني ليه أنيسة تحديداً هو العمل ماينفعش راجل يقوم به والسؤال اللي انت بتقوله طيب هل لأن المدير من الجهة الذكرية فهو بالتالي بيشوف أنه أفضل يكون فيه أنيسات للعمل هل الأنسة اللي موجودة في العمل هي تقتها أفضل ولا أنه هتكون ألطف بالذات في مسائل البيع أو المحلات اللي بيحصل بالذات مع العلم لما بيكون فيه مرتب ويبقى فيه راجل هو اللي بياخد المرتب الأكبر جدل كبير خلينا نعرف العنوان ده مطلوب أنيسة للعمل تحليله إزاي في إدارة الأعمال دكتور محمد عطية المتخصص في إدارة الأعمال هو ضيفي اللي حيجاوب على كل التساؤلات اللي أنا طرحتها دكتور مساء الخير مساء الخير يا فنديم إزاي حضرتك الحمد لله مطلوب أنيسة يا دكتور هي المرأة نص المجتمع بس في عالم الشركات المرأة هي المجتمع كله إزاي بقى أي شركة بتفتح النهاردة بيبقى الهدف منها ربحي أهم حاجة بالنسبة للشركة العميل العميل ده بنتعب جدا فيه عشان نقدر نوصل للعميل فعلى هذا الأساس لو في بنت لطيفة أو شخص لطيف شخص عادي خالص بيشتغل في خدمة العمل أو بيقابل زباين بيكلموا مع التليفون أو بيقابلهم قدامه حاجة من اتنين النهاردة هي بيكلم زكر راجل أو بيكلم ست لو بنت بتكلم ست هتلاقي الموضوع لطيف وتقدر تبيع لها البيع ولو البنت كلمت راجل هيعتبرها زي بنته أو أخته وهيتعامل معها بلطفة نبص على النحة التانية لو الولد كلم الست فهي ممكن تبقى إيه ما تقبلهش الكلام منه تقفل منه والبيع تضيع منه لو راجل قابل تكلم راجل هيقول له أنا في اجتماع أنا مش فاضي أنا مش عاوز دي اشتراطات عربية في العالم الغربي كويس ما هي بقى هي ثقافة بلاد فإحنا بالنسبة لنا إحنا عشان كده الشركات ابتدت تدور على مطلوب أنسة الأنسة لطيفة ظريفة بتقدر النهاردة تقنع العميل بالنسبة لي والعميل ما يهربش مني دي نقطة النقطة التانية أنا النهاردة في المقابلات الشخصية صاحب العمل لما بيقابل الشخص اللي جاء متقدم فالولد لما بيخش بيقول له صبع الخير إزايك أخبرك إيه فالولد يقول له الحمد لله بس البنت لما بتخش بيقول له أخبارك عاملة إيه إزايك بيفتح معها كلام فتقول له الحمد لله كويس كان هايل ده فيبتدي يفكر صاحب العمل إن البنت اللي دخلت تكلمت كلام كويس ده هتعمل كده مع العملاء فهتبقى هل هنا مقصود لأنه البنت عندها طاقة أكتر بتشرح أكتر بس فيه شباب عندهم نفس الطاقة طبعا بس هي البنت عندها حتة الاستماع حتة التفاوض حتة لغة التواصل وتحب تتكلم بس ده مش في كل المجالات طبعا يعني إحنا بنتكلم على المجالات البسيطة الشركات البسيطة نتكلم على محل بنتكلم على شركة بسيطة لأنه هتلاقيها بالذات المحلات يقول لك لا أفضل بنت عن ولد تتحمل أكتر اللي بينزله يشتره أكتر ستات فيعني ياخده يده مع بعض يتحمله لكن هل أنت موافق على ده في إدارة الأعمال مطلوب أنيسة ويبقى هنا فيه ظلم للشاب الصغير لا طبعا بس هي دي دايما نحن بنلجأ لمطلوب أنيسة أو الشركات بتطلب لمطلوب أنيسة في الحاجات الخدمية بس الشركات اللي هي بتشتغل في بعض الأعمال الأخرى بيبقى مطلوب رجل فقط اللي أنت نهارده الحاجات اللي محتاجة قوة بدنية المواقع البعيد اللي فيها صهر اللي فيها أماكن بعيدة البنات ما تدرش تتحملها أصلا فهنا أنا كبقى كراجل بتاع إدارة أعمال اللي هلعب به واكسب به أمشي فيه فأنا النهارده لو أنا بلاقي البنات هي تتناسب مع الأعمال لأن في بعض الأعمال تتناسب مع البنات بس مثلا على فكرة أنا مش موافقة على الكلام ده طيب قولي لي رأي يا حضرين ليه لأنه أنا شايفة إنه الزمن تغير كويس وباقم البنات إحنا بتشوف البنت بتدخل ورشة ميكانيكا دلوقتي مهندسة أو بتدس تحت العربية البنت بتقول البنات ما بيسفروش لا بيسفروا ده إحنا عندنا فيلم السادة الرجال الأثبات إنه هما راحوا عملوا البترول فيلم من الستينات فمعقول أنا ما قدرش أقول البنت بتشتغل في الطيران البنت بتشتغل في أماكن كتير بتروح أماكن كتير فما قدرش أحددها قوي كده يعني في الزمن ده كلام حريك مليون المئة صح بس نقعد نعد كم بنت في الأعمال الصقيلة أو الأعمال الصعبة هتلاقي فيه بنت أو اتنين أو عشر أو مية ونجحين في وسط الدقيه في وسط عدد كبير طبعا الزمن بتغير الدنيا بتتطور بس أنا أنا بقولك بالزبط حدك هي هو رجل الأعمال أو صاحب الشركة أو المدير بيفكر بطريقة تانية بيفكر بطريقة تانية اللي هو النهاردة كمان في حتة اللي هو بيقى مستعجل يعني ممكن يجيب الولد ويشغله بس الولد ممكن ياخد منه شوية وقت فيقولك أنا ليه هستنى الوقت ده أنا عاوز حد أجيبه النهاردة يشتلع لي انتاجية بكرة ودي طبعا فكر ممكن يبقى محدود أو قصير المدى فعلى هذا الأساس هي قدرت الأعمال الوقتي بتعلم الناس وبتعلم الشباب بتوعنا والشباب مصر والشباب مصر طبعا عنده القدرة كمان على التعلم بسرعة طبعا فإنت النهاردة مفيش فرق بين الولد ولا البنت صحيح هي الفكرة في النهاردة أنا ازاي أعلم الموظف بتاعي والشب بتاعي والبنت بتاعتي لها تشتغل الشغلانة وتديني أعلى انتاجية يعني أنا باتفق مع حضرتك بس بختلف بختلف بإني أنا مش مع الشركات اللي هي فكرة مطلوب أنيسة فأنا ممكن أقول مطلوب موظفين للعمل طبعا لأنه ممكن ألاقي شاب عنده نفس القدرة لطيف يشتغل في محل ويبقى موجود وبنشوف ده في أوروبا كل الشركات العالمية فيها الولد والبنت موجودين وحتى قانون العمل بيمنع التمييز بالضبط ما ينفعش التمييز طبعا وإلا أنا بقى يعني هروح عاملة شوية كده وظائف للبنات شوية وظائف للرجال وحرجع تاني أرجع المجتمع وراء ما هذا أنا عايز تطلع على المجتمع قدام هو ده دورنا المجتمع بقى اللي احنا نعمل توعية ونتكلم على حاجات الشغلانات بتاعت مطلوب أنيسة اللي أنا النهاردة ما أدورش على الولد أو البنت أدور على صاحب الكفاءة لإني في الأول وفي الآخر أنا عاوز النهاردة حد يدخل لي انتاجية من هنا يطلع نتائج من ناحية تانية صحيح سواء بقى ولد بنت بدون تحديد الجنس الوظيفة صح كده صح كده طيب لإنه مثلاً ساعات كتير عدد من البنوك بقال إن في بنات كتير مشرفيننا يعني موجودين في البنوك بس أحياناً بيفضل الولد برضو نفس التفضيل تمام يقول لك يستحمل مفيش بقى خلفة مفيش أجازة واضع مفيش حيركز في العد الفلوس كويسة يعني برضو في شوية حاجات كده يعني مش الكل لكن في البعض بيفكر بطريقة دي وهو إحنا بقى نعمل إيه ندمج اللي اتنين مع بعض ندمج الجزء نعرف مهارات كل الولد إيه شطر في إيه والبنت شطرة في إيه وندمجها مع المهارات الكويسة والجزء التعليمي اللي احنا كأصحاب شركات بنعلمه وفي الآخر ناخد أعلى انتاجية منهم وأكتر واحد يقدر يديني في المكان اللي نعاوزه طب هل هقدر أقول إن الشركات الصغيرة أو المحلات أو الحاجات اللي بتحط الإعلان بتاع مطلوب أنسة وبعدين الشارع الوراء تلاقي شركة مثلاً مالتي ناشنالز أو شركة عالمية فيها الولد والبنت بيشتغل وانت في نفس الشارع فانت تحس إنه هنا فيه زمن وفيه تفكير هنا فيه زمن وفيه تفكير إزاي يقدر أدمج بقى الاتنين وأنا في زمن حديث أصلاً تمام هو محدش هيقدر يدمج الكلام ده في يوم وليلة بس الموضوع التغيير دايماً صعب اللي اللي لأتي صاحب المحل الصغير هو عنده موروث وعنده الفكرة السكرتيرا بتاعت زمان لازم تكون السكرتيرا آه ما أنا مكسوفة أقول النحية الأنسوية استغلالها ده بدايئني ورده أحياناً ده غلط بس هي فكرة اللي أنا لازم يكون اللي بيبيع تكون بنت طيب أنت جربت الولد وخزلك ما طلعش كويس طيب جرب فأنت لما يجيب ولد ويجيب عنده مهارات ويبتدي هو يعلمه الحتة دي أنا عايز أحط عليها تحتيها عشر خضوط اللي أنا النهاردة سابعي مش زيه بعض فأنا ممكن أجيب حد وأنا مجربته شاب لكده لو جربته مرة واثنين وعلمته أنا وقلت له إيه الصحي وإيه الغلط ممكن أتفوق على نفسه واتفوق على البنت ويعمل كل حاجة ويعمل كل حاجة طيب أنا دلوقتي قبل ما أختم الفقرة من دكتور محمد عطية أعمل لي الإعلان مطلوب مطلوب صاحب كافاءة يكون عنده مهارات في واحد اتنين ثلاثة بيعرف يتواصل كويس بيعرف يستخدم الانترنت بيعرف يستخدم الزكاء الاصطناعي بطريقة بسيطة ويقدر يشتغل في وقت مطلوب منه اللي هم التمن ساعات ويدي أعلى إنتاجية وأهم حاجة مش التمن ساعات ولا الوقت أهم حاجة النتائج اللي هو بيعملها هي إيه ده حضرتك قلت الزكاء الاصطناعي تبتكلمني عن شركات كبيرة مطلوب لمحل صغير لحط إيه أعلان أحط تواصل جيد يكون عندي خبرات صغيرة في البيع والشراء يكون عندي المقدرة على التعلم والرغبة في التعلم العنوان بدل مطلوب أنسة مطلوب صاحب كفاءة صاحب كفاءة مطلوب موظفين من أصحاب الكفاءة صاحب ينفع طبعا أشكرك جدا وأتمنى أن كل الكلام اللي قلناه ده يوصل لأصحاب العمل ونشوف مطلوب أنسة ده نشوفه في الزمن القديم ما نشوفهش في الزمن الحديث شكرا ومحمد عطية المتخصص في مجال الإدارة أشكر حضرتك شكرا جزيلا للموارتني شكرا وحاولنا كده نعمل الفقرة دي عشان نعمل كده معاكم هذا الربط الفقرة التالية موسيقية بالدرجة الأولى مايسترو منوارني النهاردة ومايسترو كبير مايسترو خلينا نعرف المايسترو مفروض يعمل إيه والمايسترو اللي أنا حلتقي به النهاردة الحقيقة مشرف وهو موسيقي بارع وعازف لآلة الكمان مبدع بنشوفه دايما مش بس بيبقى واقف نجم كبير هو زيه زي النجم اللي موجود معاه بيعمل حالة من البهكة والأحلى توزيعة الآلات والموسيقى وعلاقته بالعازفين وبالنجمة أو النجمة اللي بتغني على المسرح أكيد رائع المايسترو اللي بيشرفنا هاني فرحات حيكون موجود معايا في حوار إن شاء الله تستمتعوا به كونوا معنا بعد قليل